اشتنى مدير عام مديرية التواهي بالعاصمة المواقعة عدن القاضي وجدي علوان الشعبي العام الدراسي الجديد تحت شعار العودة إلى المدارس بحفل طلابي ينكر نفالي في مدرسة الروضة بمنطقة القلعب المديرية قدم فيه طلاب عروضا متنوعة تعكس مدى إبداعهم وطاقاتهم وقد لقت هذه الفعالية استحسانا كبيرا من الحضور والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاحتفال المتميز وقيم الحفل برعاية سلطة المحلية بالمديرية وبإشراف مكتب التربية وخلال الحفل أكد مدير عام التواهي وجدان الشعبي أهمية العودة إلى الدراسة وضرورة بذل الجهود لتحقيق بداية مميزة لعام دراسي جديد متمنيا للطلاب توفيق والنجاح ومشيرا إلى أهمية التعليم ودوره في بناء المستقبل المشرق والأجمل متمنيا للطلاب عاما دراسيا حافلا بالنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة